أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزران العلاقات بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي تحظى بالاهتمام لتنميتها نحو فاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وشار سموه إلى أهمية مضاعفة الجهود المبذولة على صعيد دولي لضمان الوصول إلى مسارات التنمية المنشودة من خلال تعزيز أطر التعاون والسلام والشراكة التي تصب في تحقيق المصالح المشتركة للجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضابية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيسي مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادت السيدة أرسولا فونديرلين رئيسة المفوضية الأوروبية حيث نوها سموه بمستوى العلاقات القائمة بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي والحرص المتبادل على مواصلة البناء على ما تحقق نحو تعزيز الشراكات تحقيقا للتطلعات المنشودة وخلال اللقاء جرى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة